لو انت حامل وعندك مرض السكر او ظهر عندك السكر تابعي الحلقة دي عشان تتعرفي على كل حاجة خاصة بمرض سكر الحمل الحلقة دي ان شاء الله فاهه كل التفاصيل العلاج وتفسير التحليل وكل حاجة تابعوا الحلقة لنا يا عشان تستفيدوا بكل ما موجود في هذه الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ان اللهم عليك تاو صلونا على النبي يا ايوه الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليم اولا مبروك على الحمل ثانيا ما تزعليش وما تقلقش وما تخفيش عليك وعلى الجنين من سكر الحمل هو من اسمه كده سكر حمل يعني مش موجود غير في فترة الحمل بس لكن في شروط في قواعد هنمشي عليها عشان نخرج من الحمل بسلام عشان البيبي بتاعنا ينزل بسلام ما فيش اشوهات ما فيش قلق ما تخفيش ابنك مش هيجي له السكر مش ها يعني عشان الناس بتقول هياخد من السكر او راسة او الكلام ده كل اولا سكر الحمل معروف عنه انه هو السكر ده يعني فترة مؤقتة خلال فترة الحمل فقط وان شاء الله بعد الحمل بيزول لكن طبعا فيش شروط انا مش عليها اول حاجة لازم تسمعي كلام الطبيب بتاعك ده رقم واحد رقم اتنين العلاج الامن جدا لسكر الحمل هو الانسولين عشان فيه ناس بتبعت وتقول طب ازاي انا عندي السكر مثلا اه اه مية وخمسين والدكتور وصف لي الانسولين ازاي وفيه ناس بعندها السكر ميتين و تلتمية ومشي على اقراص او برشام مش انسولين حضرتك احنا قلنا في البداية ان الاقمن علاج لسكر الحمل هو الانسولين فلازم تاخد بالك كويس جدا من الجرعة اللي الدكتور وصفها لك ده رقم واحد ما تفوتيش ولا جرعة من العلاج حمية غذائية او نظام غذائي صحي ايكون افضل برضو على فكرة لان هيعالج عندك حاجات كتير في الجسم يعني انت كده مش بتعالجي السكر فقط لكن بتعالجي الانيميا ايضا لما تعمل نظام غذائي كويس بتعالجي مشاكل كتير جدا انت ممكن تتعرضي لها زي الامساك زي الترجيع زي حاجات كتير جدا بتتعرضي لها اثناء الحمل لو عملت حمية غذائية او نظام غذائي صحي للسكر هيفيدك جدا ايضا في علاج اعراض اخرى او امراض اخرى تاني حاجة لما تحب تجيبي علاج لاي مرض معين لو هتجيبي من صيدلية جنبك مثلا هتعرفي ان انت عندك سكر حمل هتعرفي ان انت اساسا حامل عشان ما يعتقيش علاج يتضارب مع الانسولين او علاج يتضارب مع او بيرفع السكر مثلا عندي كحة فروح تتجيبي علاج عطالك مثلا ازاز الدواء فيها سكر وما عافش ان انت مرضة سكر اه عارف ان انت حامل لكن ما عافش ان انت مرضة سكر فالسكر اللي موجود في الدواء ده بيرفع نسبة السكر عندك واحنا عايزين نحافظ على نتيجة السكر هنعمل ايه هنتابع دايما تيسي تحليل السكر كل اسبوع مرة صايم وفاطر وتقول لنا دلوقتي حالا نتيجة السكر الصايم والفاطر والتراكمي عندك كان السكر جايلك في انهو شهر هل في حد عندك مريض سكر في المنزل الاب مثلا مريض سكر هل السكر مثلا وراسة عندكم في المنزل طيب كل التفاصيل دي تبعتوها في كومنت اسفل الفيديو لو انت كنت مريضة سكر حمل ويا ربنا كرمك والحمد لله وضعتي وتمام احكي تجربتك لأصدقائك لزمائلك في الحمل عشان يستفيدوا من تجارب بتاعتكم بعد ما خلصت الحمل اول حاجة هتجيبها لنا السبوع الف مبروك عليكم الوضع وما تنسوش تسمو الولد حسين لو كان ولد وطبعا يعني في حاجات هنمشي عليها بعد ما بتتم عملية الوضع زي ايه زي ان انا بكمل على الحمية الغذائية بتاعتي بكمل رياضة بكمل ان انا بقيس السكر عشان بس الناس اللي بتوضع وتنسى ان هي كانت مريضة سكر حمل وخلاص على كده نرجع بقى نلخبط في الاكل ونرجع بقى نكبر دماغنا بقى لسكر بقى بقى لواجع دماغه من قش السكر وندخل في مرحلة ما قبل السكري وبعد مرحلة ما قبل السكري تلاقي فجأة نفسك عندك سكر طيب انا عشان اتجنب مرض السكر او مرحلة ما قبل السكري اعمل ايه حضرتك بتكملي حمية غذائية ورياضة وبتكملي على النظام الغذائي بتاعك اللي كنت ماشي عليه لكن طبعا الدكتور هيبطل الانسولين عشان الرضاعة هي تبدأي تقيس السكر برضو عندك عشان لو حصل اي حاجة لينبطل الانسولين يعني معناها ايه ان السكر هيزيد تمام فلنما بطل الانسولين ابدأ اقيس السكر عندي فمع الرياضة والحمية الغذائية كل حاجة تزبط ان شاء الله وما فيش حاجة اسمها مرحلة ما قبل السكري وما فيش حاجة اسمها سكر لكن لو ما عملتيش الحاجات دي للأسف هتبقى انتي اكتر عرضة اكتر الناس عرضة للاصابة بمرض السكر هدخله الاول في مرحلة ما قبل السكري والنتائج هتبدأ تعل عندك وبعدين هتلاقي ان انت دخلت في السكر بعد ما كان السكر التراكمي عندك مثلا خمسة ونصة او ستة بدأ يوصل لسبعة وتمانية وانت مش حاسة باي حاجة خالص في ناس كتير جدا بعت على فكرة اسئلة وسألت ان يا مريضة سكر حمل ودكتور وصف لها الانسولين ويعني بعد ما خلصت الحمل يا هل كده بقى مريضة سكر ولا ايه وبدأنا ننصحها في واحدة ردت عليها وقالت لها انا كنت زيك وللأسف ما تبعتش الرياضة والغذاء وما تبعتش اياس السكر وفجأة قالت السكر عندي تمانية فللأسف هي كده مصابة بمرض السكر انا مش جاي احبطكم ولكن الحلقة في الاول كانت فيها تفاؤل فلازم نحافظ على النظام الغذائي والرياضة والحيمية الغذائية ويعني نقيس السكر عشان نتجنب كل ده اكيد طبعا انت مش هتسمعي الفيديو ده الا بعد ما تخلصي الحمل والوضع عشان تبدأي تعرفي ايه اللي هتعمليه بعد الوضع لكن طبعا احنا بنقول الحلقة كلها على بعضية عشان تبقى انت واخد بالك ان انت بعد ما تخلصي حمل اه خلصت الانسلين هتبدأي تعملي ايه برضو لان احنا كنا عملنا حلقة قبل كده ازاي تحملي وانت عندك سكر اساسا بامان ازاي تحافظ على نفسك وانت عندك سكر من الحمل ازاي تحافظ على البيب ازاي تحافظ على الجنين كل الكلام ده اتكلمني عنه قبل كده هتلاقي ان شاء الله عن الكلام ده حلقات كتير هتلاقي فيه اكتر من 130 حلقة لمتابعة مرضى السكر على القناة انسيه ان شاء الله في رابط اسفل الفيديو او في الاي اللي بيظهر فوق ما تنسيش تتابعي القناة او تشترك في القناة وتعملي لايك للفيديو ده عشان يصلك منا كل جديد على القناة لان القناة فيها حاجات كتير جدا لو انت حامل فيها حاجات كتير جدا على السفات الاولية للاطفال وللرضع وللحوامل فيها حاجات كتير جدا عن الادوية فيها علاجات فيها ادوية اي استفسار عايزاسي بيه اسفل الفيديو ان شاء الله رد عليكي عن الادوية او عن امراض او اعراب بتتعرض لها اسناء الحمد متنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متنسوش الاشتراك في القناة وشير ولايك للفيديو ده عشان يوصل العدك كبير من الناس سبحانك الله بحمدك اشهدوا ان لا اله الاد اصغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهدوا ان 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 اشهدوا شكرا